انطلقت عملية تسجيل الناخبين للمجالس البلدية في السعودية عملية غابت عنها المرأة الممنوعة أصلاً من المشاركة في الانتخابات اقتراعاً وترشيحاً وهذا ربما ما دفع الكثيرات من النساء اللواتي يرفضن هذا الإقصاء للوجو إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن مواقفهن مواقف ترجمت في صفحات كهذه على شكل حملات تدعو إلى الاعتراف بحق المرأة في الإدلاء بصوتها في الانتخابات لكن عدداً من النساء لم يكتفين بذلك اذ توجهنا إلى مراكز تسجيل للمطالبة بالتصويت حيث أبلغنا بعدم وجود تعليمات بتسجيلهن المشاركة في الانتخابات أسوة بدول خليجية أخرى هي أحدى المطالب الأساسية للمرأة السعودية إلى جانب مطالب إضافية مثل فتح مجالات العمل أمامها في جميع المجالات والسماح لها بالتعلم في شتى الاختصاصات والموافقة على مشاركتها في مناحي الحياة العامة هذا بالإضافة إلى مطلبها في حق قيادة السيارة وتنادي مجموعات النسوية في السعودية بهذه المطالب منذ مدة لكن يبدو أن المدى الثوري الذي يعم عدداً من الدول العربية قد دفع بالعديد من النساء السعوديات إلى رفع سقف مطالبهن وفاة زيان بي بي سي